الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى عليه وصحبه أجمعين معاكم باشواندوس عبد الرحمن فرغالي إن شاء الله مكملين مع بعض كورس الباور إلكترونيكس في الفيديو اللي فاتحنا وقفنا عند البوست كونفيرتر وقلنا إن شاء الله الفيديو ده نبدأ نتكلم على الباك بوست كونفيرتر بس في ملحوظة كده محتاجين إن إحنا نعمل هنت عليها مش هتبقى حاجة فيها اختلاف يعني هو ويذن اللي إحنا شرحناه المفروض إن إحنا في الترتيب الطبيعي في التعامل مع الكونفيرترس بنشوف شكل الكونفيرترس وبنرسم الواف فورمز ويبقى عندي تو بيريود بيريود لحظة قفل السويتش فبشحن الإل وبعد كده بارجع أفتح السويتش فالإل لتفرغ عن طريق الانيرجي كونفيرجن على الإل ببدأ أحسب الدريفجن ما بين الفي إن وما بين الفي آوت بعد ما بنخلص الجزئية دي بنبدأ بعد كده نجيب التونيج بتاع الاندوكتنس والكابستنس اللي هي الباسف إليمنت إزاي عمل لها ديزاين فبنجيب الإكويشن بتاعديه وبنجيب الإكويشن بتاعديه فأنا عندي بس الملحوظة الأولانية اللي إحنا نبقى عارفينها إن إحنا وإحنا بنحسب الليبء الريبل بتاعت المكسف هتلاقي الريليشن فيها في آوت في كي على إف في آر إنت ممكن تشيل هنا في آوت على آر وهي بالنسبة لك هي الإي آوت فممكن تقول ساعتها إن السي دي في بتساوي كي في الإي آوت على إف وبالتالي لو عاوز تحسب السي هتبقى كي في الإي آوت على دي في في إف أنا ما عملتش حاجة أنا بس عملت إيه اختصار للقانون عشان لو لقيتها في ريفرنس كده ما تقولش إن في حاجة غلط أو فيه اختلاف عن اللي إحنا أخدناه أنا ما عملتش حاجة تمام برضو حاجة تانية مهمة جدا وصعابة الطلب العلاقة ما بين الفي آوت مع الفي إموت باختلاف ديوتي سايكل يعني أنا لما أغير في ديوتي سايكل اللي هي الكي ده العلاقة ما بين الفي إن والفي آوت هتبقى عاملة إزاي دي مهمة يبقى ممكن يطلبها منك في الباك ودي رسمناها وممكن يطلبها في البوست إحنا نسينا نرسمها في عاملها لك وممكن يطلبها في الباك بوست أبقى عارف كل كونفيرتر أرسم العلاقة إزاي هل الموضوع محتاج تفكير محتاج إن انت تكون محضر نفسك للفكرة دي الموضوع بسيط انت بس عتحط هنا ده الأكسس بتاع الكي وده الأكسس بتاع الفي آوت وتبدأ تحط الكيب زيرو ونص وواحد لما تحط في المعادلة دي إن الكيب زيرو هيطلع لك إيه إن الفي آوت إكوال في اس يبقى عند زيرو هلنجيب كالر تاني الفي آوت إكوال في اس عند الزيرو كي طب عند النص حط نص واحد نقص نص نص النص يطلع فوق باتنين يبقى ساعتها أنا لو برسم هتلاقي إن انت عند اللحظة دي هي اتنين في اس طب لما تحط الكيب واحد ما يجع حط هناك كيب واحد هيطلع لك هنا المقام بصفر يعني بيروح لما لا نهاية يبقى أنا ممكن أرسم الكيرف بتاعي بالطريقة دي خلاص يبقى مهم جدا أبعارف الريليشن وزي ما قلت لك الموضوع مش محتاج إن انت تحفظه ولا مثلا يبقى صعب جدا عليك إن لما يجي لك فتبقى مش عارف تعمله هي انت كده كده عارف الريليشن عشان هيتطلب البروف فخلاص عارف البروف فعوصل للنتيجة والنتيجة نفس القانون قدامي أغير في الكيه وارسم الايه وارسم الويفون بس دول الملحوستين اللي احنا ما قلناهمش في البوست فعنبدأ ايه نأكد عليهم برضو في الباك بوست في الفيديو بتاع النهاردة تمام لما نيجي نتكلم على الباك بوست أنا فهمت خلاص بعد ما درست الباك يعني الفي اوت أقل من الفي ان وبعد ما درست البوست يعني الفي اوت أكبر من الفي ان حلو جدا وما اجي اقول لك بقى باك بوست كونفيرتر يعني كونفيرتر يقدر يديني الفي اوت أقل او اكبر من فولت الامبوت خلاص لما نيجي نبدأ نرسم شكل الكونفجريشن طبعا يبقى فيها الفي سبلاي مفيش مشكلة وهنبدأ نحط السويتش بتاعنا اللي هو الموسفت برضو مفيش مشكلة هنا ده الفي جي اس وبعد كده عندي هنا ال ال بتاعتي ركز بقى في الضايد الضايد هنا محطوط عكس كده عندي السي بعد كده عندي الار مهم جدا في الدايرة دي تبقى عارف شكل الطائرات ماشي ازاي مهم جدا تبقى عارف شكل الطائرات ماشي ازاي وتبقى فاهم الفي اوت هيبقى طالع عامل ازاي المفروض ان انا لما اقفل السويتش خلان جيب كالر تاني هيبدأ الطيار هنا يمشي في ال ال وبناء عليها لما يجي يمشي في ال ال عمره مع يمشي في الدايت عمر ما يبقى فيه اتجاه هنا ان هو يمشي في الدايت فهيبدأ يمشي بحيث انه يخش في المكسف من الديريكشن ده ويبقى ده الاي سي ويمشي في اللود هنا ويبقى الاي اوت وهيخبالك ان لما الطيارة يمشي في المقاومة كده إلا يحصل هيتلعلك ان الفي اوت بين نيجاديف ودي مشكلة الباك بوست كونفيرتر ان الاوتبوت فولتيج هو نيجاديف بولاريتي مش بوست بولاريتي في الكنفيرتر ده عشان كده هم جوم بعد كده وحسينوا في التوبولوجي وغيروا فيها وزودوا بعد الايليمنت بحيث ان الخارج بتاعي يبقى باك بوست بحيث يكون الخارج بتاعي هو برضو باك بوست بس ويز بوزيتف بولاريتي خلاص هتقولي تب انا بتعامل ازاي مع الكنفيرتر ده بتحط اللوت بالعكس يعني انت لو عندك بطارية ما توصلهاش كده يبقى عندك البولاريتي حاطة البولاريتي بتاعت البطارية حسب الايه ديريكشن ان انا هتقول لك دلوقتي طب حتى لما السويتش يفتح ايه اللي هيحصل برضو هيظل بقى ساعتها هيمر الطيار في الاتجاه ده وهيظل البولاريتي بتاعت الاي سي والاي اوت في نفس الاتجاه اللي احنا ايه عملنا لهم اسيوم مع قفل وفتح السويتش خلاص طيب لما اجا اقول لك دلوقتي يبقى هنا ده الاي دايد بتاعي خلاص هتلاقي ان انت عندك ان الاي سي زائد الاي اوت بتساوي الاي دايد وبالتالي ان انا اعاوز الاي سي عيبقى هو بالنسبة لك اي دايد ناقص اي اوت مهم جدا الريليشن دي يعني احتاجها جدا خلاص بعد ما رسمنا الكونفيجريشن مهم جدا رسمة الويف فورمز المختلفة اللي احنا كنا بنرسم فيها الفي اين وبعد كده بعد من نرسم الفي اين نشوف شكل الكارنت المفروض بيطلع انا مش هركز على الفي اوت لان انت بعد موجود المكسف بيحصل فلتريشن بيبقى رقم ثابت والاي اوت بالنسبة لك برضو بيبقى رقم ثابت فمش هنركز على دول احنا كنا بنركز على ايه بركز ان انا عندي دا شكل الفي اين بتاعي مفيش مشكلة رقم ثابت مع الطايم وبعد كده كنا بنبدأ نقول بتاعتنا اللي هي ان انا اشغل السويتش افتح السويتش اشغل السويتش افتح السويتش نفس اللي انا بعمله وعملته في الفيديوهين اللي فاتوا وانكرره هتلاقي في التفكير في الاناليسز واحد عشان لما تيجي تروح من دا لده ما تلغبتش او ما تروح من دا لده ما تلغبتش تبقى فاهم انت بتعمل ايه وبنان عليها تبقى العملية سهلة بالنسبة لك في الكونفيرترز وكلها خلاص بعد كده كنا بنرسم طيار الاندكتنس وهنا بقى طيار الاندكتنس انا اقف عنده لوهلة ان انا عندي هنا اشهن وبقى كده ارجع افرق كده اشهن وبقى كده ارجع افرق بعد كده اشهن وبقى كده ارجع افرق ما بين I Minimum وهنا maximum. I Maximum هتلاقي ان ال L هنا طيار IL مش زي الباك وزي البوست انت كان طيار IL في الباك كان ال Average بتاعه related لل I Out وما جيت للبوست كان ال Average بتاعه related لل I Input لان دايما موجود في ال Full Operation في الفتح والغلق في لحظة الباك مع I Out وفي لحظة البوست مع I In لكن لما اتيجي للباك بوست هتلاقي ان ال L هنا موجودة في لحظة القفل بتاع السويتش اس ال IS موجود وما جاء بتاع السويتش هابقى موجود مع اللحظة التانية ال I Diode اه بقى هنا في هنا IS الفترة وفي I Diode لفترة وبالتالي انا مش عاجة اقدر اقول هنا ان الطيار اللي موجود related لحاجة شغالة معايا طول الوقت مركز معايا في الحتة دي يعني ان هنا ال I اللي موجود هنا كAverage Value للإسليشن دي هو طيار ال Inductance نفسه ال Average بتاع التلوع والنزول التلوع والنزول هو مش Average ولا related لل I Out ولا related لل I In ده انا بالعكس وانا بقفل بسحب من طيار السابلاي والسويتش مفتوح بيجيلي من طيار ال Diode اتجاه ال Diode يعني خلاص فهنا مهم جدا ان انت تبقى فاهم ال Wolf Form هنا عاملة ازاي وقارنها باللي فاته عشان ابقى عارف اللي اختلفات عاملة ازاي خلاص طيب من هنا هنروح بقى لرسم الطيار ال IS ومنه طيار ال I Diode ومنه طيار ال IC خلاص لما اجا اقول لك IS هتقول لما انت لسه رمهالي انت لسه ايه اللي ان انا طيار ال Inductance بالنسبة لي هو مجموع جزئين جزء لما السويتش مقفول فساعتها ال IS هو الجزء ده الجزء بتاع لحزة لغلق السويتش هنا وقلنا لما السويتش هيبقى مفتوح هيبقى مين هيبقى ال I Diode يبقى الاستكمال بتاع الكيرف بتاعي بتاع ال I L هتلاقيه موجود ايه موجود هنا خلاص طب احنا قلنا ايه من شوية قلنا عشان نجيب طيار المكسف هال I Diode ناقص I Out ما هال I Out ده رقم ثابت يبقى انا هنا عندي ناقص I Out لحزة ايه لحزة آآ قفل السويتش يبقى انا عندي I C هو I Diode ناقص I Out I Out احنا قلنا رقم ثابت يبقى انا هنا عندي ناقص I Out وبعد كده يبقى لما اطرح منها I Diode يطلع لقيمة عاملة كده فده شكل الكيرف بتاع ايه بتاع طيار المكسف خلاص فهتلاقي لو انا رسمت I Out كده لو بيساوي V Out على R وجيت طراحت الكيرف ده من الكيرف ده بالمينس يطلع لك الكيرف بتاع I C مفيش مشكلة في الرسم بتاع الكيرف خلاص يبقى انا مهم بالنسبة لي بقى فاهم شكل الconfiguration فلو جيت رسمت الدايرة لحزة ال close ده هتطلع لك الاتي ان انت عندك السبلاي وهتقفل السويتش وعندك هنا ال L مفيش مشكلة وعندك هنا الدايد وعندك هنا C وعندك هنا ال R خلاص دي لحزة الايه ال close دي لحزة ال open خلاص السبلاي عيبقى مفتوح من ال L فبالتالي الدايد هو اللي عيكون بيغز هنا وهنا C وهنا ال R بتاع دي خلاص ادي R وادي C وهكزا يبقى انا عندي هنا ده اتجاه الاي دايد وعندك هنا ساعتها هنا ال L هي اللي بتشحن وبرضو لو في اي دايد هيبدأ يمشي كده خلاص وهكزا خلاص بس انت لحزة الشحن هتلاقي ان الطيار ما ميمورش كده زي ما قلت لك مفيش اتجاه لطيار الاي دايد اللي هو يجي عكس بس ساعتها لأ ال L هي اللي بتغزي هنا ال C واللود بتاعي لكن هنا اه الطيار لما يبدأ يمر كده يبدأ يمشي كده ويبدأ يلاقي مصار للرجوع عشان السويتش ايه بقى مفتوح في اللحظة الاوانية انت يعتبر السابلاية عندك بيغز الدايرة هنا ال IS بيغز الدايرة لكن لما هتفتح ال IS هتبدأ ايه بدأ الاي دايد ايه يكون موجود معك مهم جدا بقى الاسباد بقى زي ما قلت لك كنا منيجي بعديها نعمل الاسباد ان احنا عندنا من سفر لتي لكيتي السامبل طيام بتاعتي لحظة فكان شكل الدايرة لو رسمناه معليش نرجع نرسمه تاني انا عندي هنا الشكل عامل كده وعندي هنا ال C وعندي هنا الايه ال R فساعتها لو جيت قلت لك هنا ودي طيار ال L ودي ال Vs هتقول ال Vs بتساوي Vl وساعتها ال Vs بتساوي Ldi على DT اللي هو عساوي L في I maximum نقص I minimum على KVT يبقى انا قدرت هنا اقول ان ال Ldi بالنسبالي هي KVT في Vs ادي معادلة ودي رقم واحد لما نيجي بقى ناخد نكمل الدايرة بتاعتنا من KT لقل من T لواحد نقص KVT خلاص اللي هو الجزء التاني من التشغيل كان شكل الدايرة طبعا السابلاي بقى اوبن فبقى عندي هنا ال L موجودة وعندي هنا ال Diod وعندي هنا يعتبر Output Voltage خلاص وانا عندي هنا ده الشكل بتاعي ده ال Vl وعندي هنا ال R والشكل ده وعندك هنا لما يبدأ الطيار المرعب عندك هنا ال Vout بتاعك فساعتها عندك هنا بما ان الطيارة يبدأ امر كده فبقى في سلكة هنا فال Vl بالنسبة لنا بتساوي سالب Vout خلاص يبقى انا عندي هنا سالب Vout بتساوي اللي هو يعتساوي L فI minimum ناقص I maximum على ايه? على واحد ناقص K في T خلاص طيب لما تيجي بقى تكمل هنا هتلاقي ان انت ممكن تبدأ تزبط هنا ال I minimum زي فوق فتشيل ال negative بيبقى انا عندي هنا واحد ناقص K في Vout في T بتساوي L D I ودي المعادلة الرقم اتنين هتساوي المعادلة دي بالمعادلة دي هيتلع لك هنا يجيب بقى ال color الاسود هتلع لك ان K في T في Vs بتساوي واحد ناقص K في Vout في T التي تروح مع التي فساعتها هتلع لك ان Vout بتساوي Vs في K على واحد ناقص K وهو المطلوب اثباته وهو المطلوب اثباته يبقى حسب ال Assuming وال Directions وال Relation هيتلع عليه بالشكل اللي قدامي لو جيت قرتلك ترسم لي بقى خلاص انت فهمت فهمت ايه ان انا برسم علاقة ما بين K وما بين Vout بابدأ حط K بZ وحطها بنص وحطها بOne لما تحط K بZ خلاص الخارجي بقى Z لما تحط K بNص هيبقى واحد ناقص نص نص وفوق نص يطيروا مع بعض يطلع لك هنا Vs لما تحط K بواحد يطلع لك مالة نهاية يبقى انا رسمة الكيرف بتاعي رسمة عاملة كده خلاص يبقى مهم جدا تبقى فاهم الايه فاهم ال Relation وفاهم الدنيا والاثبات ده اهم حاجة واهم مطلوب موجود ولازم تبقى عارفه طيب بعد ما خلصنا الجزئية دي كنا بنخش بعد كده عدد ديزاين بتاعة اللي هو انا عاوز ديزاين ال L وديزاين ال C كنا بنعمل ال L وكنا بنحسب ال I Minimum وال I Maximum وبعد كده بنجيب ال I Minimum اللي تجيب لل L Minimum وبعد ما طلع ال L Minimum كنت بقى قول انا عاوز ال L ديزاين عشر او عشرين مرة ال L I Minimum عشان الطيار ما يوصلش لزيرو وبعد ايها بنروح نحسب ال Ribble بتاعت المكسف فاحسب منها المكسف خلاص طيب عشان احسب ال I Minimum عتساوي ايه هنا بقى احنا لما رجعنا لل Curve بتاع ال I L قلتلك هنا ال I L بقت هنا كAverage Value وهي لنفسها فعشان ايجا اقول لك ال I Minimum متساوي ايه? هتقول ل I L ناقص دلتا I على اتنين طب I Maximum I L ايه بلاس دلتا I على اتنين بقى انا عكتب هنا ال I Minimum متساوي I L ناقص دلتا I على اتنين وال I Maximum هتساوي I L بلاس دلتا I على اتنين كنا بنجيب ال I L ازاي? دلتا I على اتنين اعرف اجيبها كنا بنجيبها من اي relation كنا بناخدها مثلا من ال relation دي اللي هي انا عندي دلتا I بتساوي K T V S على اتنين هنا K T في V S على اتنين طبعا ما هننساش ال اتنين فانا عندي الجزئية دي خلاص جبتها فاضل يا جيب مين كنا فاضل ان احنا نجيبه ال I L بنجيبها ازاي؟ المفروض ان ال Power N بتساوي Power Out طب ال Power N اللي هو ايه V S I S بتساوي V Out I Out اللي هي تساوي V Out تربية على R طب ما انا عارف relation دي اللي هي K تربية V S تربية على واحد ناقص K تربية يبقى انا عرفت ان ال V S في I S بتساوي K تربية في V S تربية على واحد ناقص K تربية اطير V S مع V S هيطلع لك هنا ان ال I S بتساوي K تربية في V S على واحد ناقص K تربية طيب ازاي يجيب بقى ال I L بدللة ال I S لما جينا لسامنا ال I S هنا قلنا ال I S هي 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 ال I L بس لحظة ايه قفل السويتش يعني انا ممكن احسب ان ال I S هي duty cycle او ال K بتاعتي مضروبة في مين مضروبة في ال I L يبقى انا ممكن نمسح معلش ايه مش هاد يمسح نجيب الجومة اهو ممكن احسب ان هنا ال I S بتاعي هو K في ال I L اللي هي اللحظة دي يبقى انا عرجع هنا هقول خلاص هشيل هنا ال I S واقول ان K في ال I L بتساوي K تربية في V S على واحد ناقص K تربيع يعني ال K تروح مع ال K هتطلع لك من ال I I L equal K في V S على واحد ناقص K لكل تربيع جبتي دي هترجع في المعادلة دي وتعوض يبقى نرجع لمعادلة ال I minimum ونعوض هتطلع لك ان ال I minimum هتساوي K في V S على واحد ناقص K لكل تربيع ناقص دلت ايه على اتنين اللي هي مين قلنا K F T T اللي هي F خد بالك تحطها في المقام في V S على اتنين L لما تساوي بقى طبعا دي ان اعتبرها L minimum لما تساوي المعادلة دي بال zero وتبدأ تطير الكيات مع بعض وتطير ال V S مع بعض هتقدر تطلع relation والrelation دي ايه هتبدأ تزبط لك الدنيا هتطلع لك منها لما تختصر ان ال L minimum بتساوي واحد ناقص K كل تربيع مضروبة في R على مين على اتنين في F خلاص طبعا احنا في حاجة نسيناه واحنا شغالين نختصر ايه نحط ال R هنا ال R دي نسيناه نكمله بيها المفروض وانت بتعمل design لل L تكون ال L بتاعتك اكبر بكتير عشر او عشر او عشرين مرة ال L minimum عشان ما يحصلش ايه discontinuity فتكون الدنيا تمام وفيش مشكلة اتلقن خلاص اه زي ما انت شايف الدنيا سيمبل وبسيطة فاضل بس ان انا احسب الريبل بتاعت المكسف ان انا دلوقتي ابدأ اجيب الريبل بتاعت المكسف وخب لك هنا زي البوست بالزبط انت المفروض هنحسابها هنا من ال I out المفروض هنا ان انت عندك هنا K في T طبعا وهنا بالنسبة لك هنا سالب I out فانت بتجيب الاريا دي هي بالنسبة لك هي اللي بتقامل عليها design بتاعت الايه design بتاع المكسف فاحنا لو نزلنا كتابنا تحت المفروض ان انت عندك Q بتساوي C في V يبقى ال DQ بتساوي C DV يبقى ساعتها ال DV بالنسبة لك C على D في Q ال DQ بالنسبة لك ها بتساوي ايه بتساوي K في T في I out فساعتها احنا كنا بنقول ان احنا ممكن نحسابها K في I out على F والI out عاوة تشيلها V على R يبقى K في V out على F في R يبقى ده شكل ال DQ لما تيجي تعاوب بها هنا تبدأ تبدأ تزبط ان انت تجيب كلمة المكسف هي هي بتاعت الباكبوست وبالتالي بتأسيوم يعني احنا لو كان مننا احنا قلنا ايه ان Q بتساوي C في V وقلنا ان DQ بتساوي C DV ومنها المفروض ان DV عشان تجيبها بتساوي DQ على C ال DLQ لسا حاسبينها ان هي كان K في V out على F في R يبقى ساعتها المفروض وتضربها في C يبقى DV بتساوي K في V out على F في R C وزي ما قلتلك ممكن تشيل ان ال V على R اللي هي K في I out على F في C دي صح ودي صح انت بتأسيوم الريبل فاكتور وبعد ما تأسيوم الريبل فاكتور بتبدأ ايه تحسب قيمة C المناسبة اللي انت تحطها عشان تحقق لك الريبل فاكتور اللي مطلوب خلاص يبقى احنا اثبتنا relation ما بين V in و V out وبعد كده روحنا عملنا ديزاين لل L وبعد كده روحنا عملنا ديزاين لل C مهم جدا معلش انا طبعا اه الحتة دي احنا اتلغبطنا فيها بس عدلناها تحت هنا اهو هي العكس هي DQ على C خلاص يزبطنا فيه كيرف طبعا نسينا نرسمه ومهم جدا سعب الطلب منك الريبل فاكتور بتاعت مين بتاعت المكسف لو انا جيت قلت لك رسم للريبل فاكتور لو رسمنا هنا اطلع لك زي قلنا ايه زي البوست بالزبط هيبقى عندك حاجة نزلة كده وبعد كده تشحن وبعد كده حاجة نزلة كده وبعد كده تشحن دي بالنسبة لك الدلتا V بتاعتك اللي موجودة كريبل موجودة على اللوت خلاص دي شكل الريبل اللي هتلاقي رجبة على ال V بالنسبة لك خلاص احنا كده تقريبا خلصنا كل اللي احنا محتاجينه مهم جدا الاثباتات مهم جدا الاثباتات وشكل الدايرة وبعد كده كل اللي جاء تعود مباشر عاديك ال V in وال V out ويقولك يحسب ال K عاديك ال K ويديك مثلا T on يقولك يحسب total sample time عاديك ال K ويديك ال V in يقولك يحسب ال V out عاديك يقولك يزبط القانون ويديك ال parameter كلها ال K وكل حاجة يقولك يحسب ال A مثلا ريبل فاكتور يحسب ال L minimum يبقى انا معايا الاثباتات وخلاص مش فارق معايا L given عشان اعود في الاثبات اللي انا اثبتو وطلع المطلوب احنا كده طبعا خلصنا اهم تلاتة Converters موجودة قريدي في دواير Switched Mode Regulator اللي هو الباك والبوست والباك بوست ودولي لازم تكون ملم بكل تفاصيلهم عشان تبقى الحتة دي بالنسبة لك واضحة وسبتة ومفيش مشكلة في عندي بقى Converter تاني ده هتلاقيه مش موجود في الكسم الخاص بس موجود في الكسم العام اللي هو اللي تشوك Converter مش هيختلف برضو كتير على اللي احنا عاديين نعمله هو Converter موجود بيعمل باك بوست بس موجود فيه 2L و 2C خلاص وبيشتغل برضو على Power Conversion اللي هو بيشحن ال Passive Element وبعد كده بيرجع في الرغم بس بدل ما كنت شغال First Order يعني هو L و C بس انا شغال كده ايه Second Order عندي 2L و 2C الناس اللي شغالة بقى في Research هتبقى فاهمة الكلام ده كويس جدا فيديو اللي جاي اه موجود اه optional لبتوع الكسم الخاص لكن على بتوع الكسم العام اتمنى ان انتو تكون استفادتوا من الفيديو اللي احنا عملناه في الجزئية بتاعة الباك والبوست والباك بوست والباك بوست اي حد عنده اي سؤال او استفسار يبعث لي في الكومنتات على الفيديو او يبعث لي خاص اما حاجة تفتكرونه بدعوة بزهر الغيب باسم القاتمة الاستمرارية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة